عاوزين نتكلم الأول على طريقة لعب سيراميكا كليوباترا اللي مفروض انه هم على الورقة يا كريم بيلعبوا 4-4-1-1 ده رقم مفروض لو زايجي رقم 10 ده بيكون أحمد ياسر ريان وجون إبوكا اللي معرفش نادي الأهل و نادي الزمالجة زي ما حدش فكر انه هو يشتريه رجل مرعب على في الثمنتاشر يا كريم أول ما بيستلم الكورة على طول أول تفكير عنده انه هو يشوت ويحرز الهدف ولكن الكصة كلها كابتن أحمد سامي سيراميكا كليوباترا ساب الاستحواز بشكل كبير جدا للنادي المصري وكلنا عارفين ان انت نادي المصري كابتن هاب جلال بيفتح المساحات وبيطير الباكات وبيلعب مساحات مفتوحة جدا فطبعا أهم حاجة في الكلام ده كله ان اضغط في نص الملعب كواس جدا عشان ان انا اقطع الكورة لما تقطع مني ولكن كان الكابتن هاب جلال مطير كل الناس الفريق كله كان زايد قدام شوية وعاوزين نتكلم على طريقة لعب سيراميكا كليوباترا كان أحمد ياسر ريان وكان ده جون إبوكا ولكن أول يا كريم مكان بتقطع الكورة من سيراميكا كليوباترا كانت الطريقة على طول بتحرك بنلاقي جون إبوكا راح كده وبنلاقي أحمد ياسر ريان راح كده وبنلاقي ميدو جابر راح كده وبنلاقي محمد إبراهيم راح هنا بس هل انت تقولي ان ميدو جابر أو محمد إبراهيم أو جون إبوكا أو أحمد ياسر ريان كل واحد كان ملتزم من مكانه وما فيش الكلام ده كان فيه لامة مركزية بشكل كبير جدا 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 وهنشوفها اكيد في الحالات كان على طول ممكن لو جنق ابو كان نزل كده احمد ياسر رهين بيروح كده احيانا كتير كان ميدو جابر بيجي هنا وكان بيجي الناحة التانية محمد ابراهيم ومحمد ابراهيم هو الاول واحد كان بينزل لتحت عشان اول ما يستلم الكورة ويعمل الدبل باس ويطلع على طول لطرف المطرف عشان يبقى الاربعة لقدام وده طريقة شبه كتير طريقة اللي لعب بيها كابتن احمد سامي سنة اللي فات طبعا في وجود راح النادي الاهلي وشادي حسين ومحمد ابراهيم اللي انا بشوف دايما انسر ميكي كل باطرة في التلت الامامي بيتميز بشكل كبير جدا والدوقتي يبقى الاربعة اللي عنده دول مرعبين وسرعات ابوكا مرعب جدا عجونة كريم وهيفرق السنة دي حالات تعالوا نشوف الحالات الهدف الاول ده نسخة مقررة من التطبيق لتكنيك الكابتن احمد سامي الهدف ده جيه كريم تقريبا في الديقة 17 بعدها بحوالي ربع ساعة نفس الاوفر ده تلعب على القريبة ولكن اتصدت وده واضح ان ده تكتيك من كابتن احمد سامي المتميز جدا في الدوري المصري عاوز اقول لك بص هنا كريم شوف هنا محمد ابراهيم شوف جون ابوكا شوف احمد ياسر ريان فين ولو ده الجن الأولاني عاوز اجيب الجن الأولاني الاول يا جلال بس ونجيب وحاوز اقول لك مشكلة الضغط اللي كانت موجودة عند النادي مصري مفيش حد كان بيضغط خالص شوفنا فريد شاوقي نزل في شرط الأولان تريما لإصابة نشوف اللي بعدها يا جلال ممكن تكون الجون مش جاي من الاول ولكن برضو ممكن في الاول كده ممكن نبين الهدف الهدف اللي بعده ده ميدو جابر بص يا كريم هنا مفيش اي ضغط من الاول خلص من ساعة مكورة قطعت جون ابوكا بيخش وبيكون ثلاثة على أربعة وزيادة عددية دايما بتكون بسبب الطريقة اللي انا قتلك عليها ان الأربعة بيزيدوا دايما لقدام لو شوفنا برضو الجون اللي بعده اللي مركزية يا كريم والسويتشات اللي بتتعيب بص يا كريم هنا مفيش ضغط خالص بص يا كريم ميدو جابر نرجع معيش لحظة واحدة بس نرجع لحظة واحدة معيش جلال ونمشي واحدة واحدة نرجع لحظة ونمشي واحدة واحدة ماشي بص هنا يا كريم لحظة واحدة مين اللي استلم الكرة هنا ميدو جابر بص يا كريم محمد ابراهيم فين حد ضغط على محمد رهيم مفيش حد ضغط على محمد رهيم استلم الكرة بكل سهولة يلعب لجون إيبوكا اللي دايما بيقطع لجوة وبص بقى محمد ابراهيم راح فين رايح على الشمال ويتلاقي ميدو جابر على طول جاي عطار في اليمين الأربعة لقدام السويتش اللي هم بيعملوه مع بعض هنا نفس الكلام بص يا كريم مين اللي لعب الكرة ميدو جابر وأحمد ياسر ريان الكرة طبعا جات في إيده ولكن القرار الجديد بتاع الفيفا إن الكرة يا كريم لو جات في الكوم بتاع التيشرت ما يتحسبش لمسة يد هدف كان رائع من أحمد ياسر ريان سيراميكا كوليباطرا السنة دي عام الفريق كويس جدا وأعتقد أنهم هايبانيهم شأن كبير في دا ترجمة نانسي قنقر